فدي كلها بتفرق اللعيب حتى لما جاءنا نتكلم مثلا رضا سليم اه هو تليس اهل من بره عارف الناد الاهل اسم الناد الاهل يعارف تاريخ الناد الاهل اي حد يتمنى يتشرف منظومة الناد الاهل فاكيد لما دخل او حتى ابتدع دماغه تيجي ولو يقارن لا المقارنة بعيد خالص شفته ازاي رضا لا رضا في الجيش المالكي لا اللعيب مميز خلي بالك اللعيب مميز وخلي بالك يعني حتى الفترة الفاتت يعني انا بتفرج على دوريات بتفرج على الدور المغربي كنت بتفرج عشان كابتن طرية مصطفى من صديقه عزيزي يعني فكنت بشوفه بتفرج على الهل وعمل شغل رائع الحقيق عامل شغل مميز جدا هناك وحاجات امكانيات مميزة يعني ولم بك أسفي اه طبعا فلا رضا لعيب كبير يعني لعيب مميز اه لا عنده امكانيات ولعيب خالي بالك من اللعيبة اللي هي عندها حلول اللي هو كرة تحت رجله برقعة الكرة كده بيقدر يعني يسرع الرتم وهدي الرتم فلانت عايز لعيب صحابة مهرات من دي يعني فوقت معين كان مثلا لما ما شاء الله الفترة دي نكلم على أفشة أفشة وصل للطف فورم الفترة اللي فاتت دي يعني مرسول الكرة اللي بتاري يديله فبتاري يتطور وبتاري يجيب مبارح حتى بغض نظر اللي هو عامل أساس الأولاني وجاب الجنة تاني بتعناد الأهلي لا هو بتاري يرجع تاني من أفشة اللي نتكلم عليه رضا نوعية اللي هو أصل اللعيب مميز بيقدر بيشتغل بشكل كورته كويسة سريع مهاري فدي كلها مميزات كان عايزينها كمان انت خلي بالك لما جيب رضا أفشة يبقى عنده كونفنجرية يعني عايز يبقى قوي جدا اللي هو عايز يفجر القوة الجواه عشان يبقى يلعب انت خليبك هتبقى مشكلة فانت لازم لها حد يلعب مشكلة حلوة مشكلة إيجابية ايوة مشكلة إيجابية صحيح الفرق ما دي كل لها المستوى بتاع أفشة هتلاقيه مختلف تماما وهتلاقي المشكلة اللي رضا عايز يدوس وياخد ثقة جميلة هدي الأهلي فهتلاقي مستوى هم اللي اتنين بقى عالين جدا صحيح انت كنت بتشوف مانا الجوزية مثلا 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 بيه مرح مسلا بلعب ركوات ورح جلعب إسلام ورح لعب مسلا عبداللهيب رح لعب مسلا جلبي هيا دي كلها بتخلي لما حد ينزل عشر دقيق تلاقي الدنيا مختلفة فدي كلها لصالح العمل الفريق اللي بنتكلم عليه فأبدأ كلم لأ رضا صفقة قوية جدا صفقة قوية وصفقة موايزة بغض نظري تبا نوع بوجهة نظري لأنه الحقيقة دايما يقولك إيه وأنا في مثل هذه المولة كنت رجل يعني رجل مجبير في كرة القدم وعارفة إيه الصفقات بتبقى جاية فيه عين شايفة لعيب كويس والولد سواء رضا أو غيره من الصفقات بيبقى عامل شوء كويس جدا وعشان يجي الناد الأهلي بجماعة بيعدي على اختبارات كتيرة جدا طبعا لكن ممكن جدا يجي وما يتكيفش يعني أنا بشوف أن برونو سافيو واحد من أفضل اللاعبين اللي دخلوا مصر ولكن لم يتكيف مع الشغل عندنا وجهة نظري ما خلي بالك إسلام بارك احنا بقلنا فترة يا بارك مثلا هي بتبقى في توفيق وعدم توفيق أو هي بتحصل يعني بتحصل بتحصل لعيب مميز جدا أنا خلي بالك من أنت كان عندك أظهروا لعيب مميز جدا هداف الدول موجود بس جايت فترة من فترات ما بي ده حرص الناد الأهلي بيشوف التطوير الأحسن بعد كده فدي كلها بتحصل هو ممكن كل لعيب مميز جدا كل حاجة يعني متاحة في رجلو بس انت بتتكلم ممكن أن توفيق إخونه ممكن ده كلها ده لعيبة كتير ده النموذج كبير موجود في كذا في العالم كله في العالم كله معين بس احنا بنتكلم كاللجنة أو الاختيار ناد الأهلي السكاوتنج الموجود لا بيشتغل بشكل كويس يعني اللعيبة اللي بتتوفر أو حتى الموجودة في الناد الأهلي بيضغر عليها مميزة يعني اللعيبة عاملة الفرق اللعيبة بتعمل حلول عندها الأندية التانية حتى المنافس بتاعك بيحاول يضغر عليها أو يحاول يصدر لك أي مشكلة أو يعال عليك السعر أو يجيب اللعيب لو قدر يجيب اللعيب بس هو شقدر يجيب اللعيب عشان هو عنده مشاكل كبيرة جدا صحيح هو ما عندهش ولا مشكلة ولا عنده نظام موجود عنده ولا عنده سيستيم ولا عنده فلوس ولا عنده مشاكل داخلية تخلي أي لعيب ما يخطعش يخش تاني في المكان زي كده أو يفكر اللي هو يجي في حاجة زي كده فدي كلها بتبقى موجودة في طبقة دي اللعيبة كلها بتحسب حاجة زي كده وخلى منك لعيب طاعة المغرب أسكية بيشوف هو أنا هروح فين المكان الممازلية المكان اللي هستفاد منه اسم النادر الأهلي زي ما أطلق كالتنسلام يقدر يجيب أي حد النادر الأهلي اسمه لما يطرح الموضوع بيختلف تماما اسم النادر الأهلي بيشتري أي حد يعني في أفريقيا أو في أوروب الناس معروفة باسمها إزاي معروف النادي الزبط الانتماء موجود إزاي فلما يجي تكلم عن النادر الأهلي هو عارف يتكلم مع مين عارف النادر الأهلي لما يقول هدي كذا هدي كذا لما هتتكلم مع كده من غير أي حاجة من غير عقود كمان